بسم الله الرحمن الرحيم والتنمية جهويا ووطنيا وقوة اقتراح ومتابعة ومراقبة لمشاغل وصعوبات كل الفئات والشرائح التي تعلمونها جيدا فمنطقتنا يعاني شبابها البطالة والتهميش إلى حد أنه فقد الأمل وسائم الحياة وعلى الدولة أن تدعم المبادرات الشخصية لشبابنا وتقدم له هبات وقروضا صغيرة بدون فأض مع اليسري في سدادها ولا بد من إيجاد حلول للصعوبات والعرقيل التي أصبحت حاجزا لإنجاز بعض المشاريع الصناعية بالدائرة واستغلال البنية التحتية المغلقة لإعادة الروح لها من أجل توفير مواطن شغل أريافنا منسية تفتقد إلى أبسط مقاومات الحياة الكريمة فالخدمات الصحية الأساسية منعدمة تماما إضافة إلى عدم حصول بعض مواطنها على الماء الصالح للشراب فيقع الالتجاء إلى الصهريج نظرا لعدم اكتمال الربط بالقنوات أو تعطل عمل الجمعيات المائية التي من الواجب على الدولة خلاص ديونها واعتبارها قرضا أو سلفة تسدد لاحقا على مراحل من مداخلها عاملاتنا الفلاحيات يعانين الأمرين نقلا ونقدا وتغطية اجتماعية والفلاح مثلهن كبلته القروض وغلاء المواد والمستلزمات وشح الطبق المائية في دائرة تعتمد الفلاحة بالأساس فلابد من إعادة جدولة ديون الفلاح وتسوية الملكية العقرية للأراضي والمساكن أما مربو الماشية فلم يعودوا قادرين على مسايرة غلاء العلف في سنوات عجاف اتسمت بالجفاف مؤسساتنا التربوية والثقافية والرياضية تعاني من وضع مترد لبنيتها التحتية ونقص فادح في التجهيزات وأبسط وسائل الترفيه والتأطير لأطفالنا ولشبابنا فكيف يحرموا شباب القرى من موارسة هوايتها الرياضية والثقافية صوتوا لصوتكم صوتوا للمترشح رقم سبعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة